بقول لك يا امير ما نفسكش ترجع لورا كده لا امير لا ترجع لورا يا ترجع بالزمن لا نفسي طب طب ايه اللي يحصل لو رجعت بالزمن وقابلت جدك كنت اقول له يا جدي لو كانوا سألوني قبل ما ندوني عافوا كنت انا اقول له ايه ايه يا عم ارجع عم سامير غانب على الوتيكيو ارجع انا محمد جلال وده زاجل ودي حلقة عجيبة سمعنا كتير عن الصفر عبر الزمن وقريضا روايات وشوفنا افلام اتكلمت عن الصفر عبر الزمن وانتقار البشر للماضي علشان يشوفوا ويحاولوا يغيروا فيها احداث او يسفروا للمستقبل ويشوفوا ايه اللي بيحصل زي فيلم سامير وشهير وبهير مثلا حاجة اسمها الجراند فايدر بارادوكس او معضلة الجد في النظرية النسبية اللي عملها اينشتاين قال ان لو جسم فضل يمشي بسرعة فان الزمن هيتناقص يعني الوقت هيقل لحد ما نوصل لسرعة الضوء نفسها هنا الزمن هيسوي صفر لحد هنا وتمام مع منا اينشتاين لكن بعد كده كمل وقال ان لو السرعة زادت باكتر من سرعة الضوء الزمن هيرجع الورا ايوا زي ما اسمعت كده الزمن هيرجع الورا بمعنى اننا ممكن نسافر عبر الزمن علشان كده اينشتاين اعتبر الزمن بعد نقدر نتحرك فيه العلماء بدأوا بعد كده يتكلموا عن آلة للزمن وامكانية الرجوع للماضي او السفر للمستقبل لكن ظهرت كذا معضلة في موضوع السفر عبر الزمن ده ووحدة منها هي الجراند فايدر بارادوكس او معضلة الجد اللي بتقول ايه اللي ممكن يحصل لو شخص سافر عبر الزمن ورجع للماضي وقابل جده وراح قتله المشكلة هنا ان الشخص اللي قتل جده المفروض كده انه هو مش هيتولد يبقى ازاي اتواجد وراح لجده وقتله من الاساس حاجة توح مش كده اول مرة ظهرت فيها المعضلة دي كان سنة 1933 على ايد واحد اسمه ناثال شانشر في مجموعة قصصية قصيرة من الخيال العلمي التفسير الفلسافي للموضوع ده كان الهدف منه ان يقول ان ممكن يكون في قدرة على السفر عبر الزمن لكن محدش هيقدر يغير مصار اي حاجة سواء في الماضي او حتى في الحاضر لان مصار الاحداث هيفضل دايما يمشي في اتجاه واحد بمعنى ان اللي حصل في الماضي او اللي هيحصل في المستقبل مش هيتغير ابدا الكلام ده فتح بوابة لنظريات تانية ومعضلات تانية زي مثلا حاجة اسمها الفيرمي بارادوكس او معضلة فيرمي وده بيتكلم عن اذا كان السفر عبر الزمن ممكن طيب فين الناس اللي من المستقبل اللي المفروض يكونوا عارفوا يسفروا عبر الزمن ومشوفنا همش ليه وده بدور وفتح جدال اذا كان فيه فعلا قدرة للسفر عبر الزمن ولا السفر عبر الزمن مربوط بنقطة محددة لا يمكن تجوزها نظرية تانية اسمها النيو كومبس بارادوكس او معضلة الارادة الحرة فاذا كان السفر عبر الزمن موجود كطريقة لعمل قرارات زي التنبؤ مثالي بالمنفعة فده هيستدعي ان التوقعات المثالية ديت هتتناقط تماما مع الارادة الحرة وده لان القرارات الصادرة عن ارادة حرة هتكون معروفة مسبقا للشخص اللي هيعرف التوقع المثالي يعني هيحكي اللي شافه في المستقبل وخلاص مش هيكون فيه رغبة في التغيير او الاجتهاد او التفكير انا عارف ان الحلقة تتوه وانا نفسي ساعات بتوف فيها فلو تهت ارجع تاني اسمعها من الاول وكمل معايا للنهاية وفي النهاية السفر عبر الزمن هيفضل حلم بيراوت كتير من العلماء وهتفضل معضلاته موجودة لحد ما ييجي الوقت اللي العلم هيكتشف فيه اسرار الزمن ومين عارف هنشوف ايه ساعتها ولكن هتفضل معضلة الجد زي ما هي يعني لو انت قتلت جدك في الماضي ازاي انت وصلت هنا اشتركوا في القناة